الطعام المحرم في الإسلام هل فكرت يوماً إن كان ما يدخل بطنك حلال أم حرام؟ أولى الإسلام أهمية خاصة للإنسان فجاء له بنظام حياة واهتم بأدق التفاصيل المتعلقة به ومن تلك التفاصيل صحته وقوته البدنية والروحية وحيث إن تلك الأمور ترتبط ارتباطاً مباشراً بالغذاء وجهت الشريعة الإسلامية المسلمين إلى الأغذية التي تنفع أبدانهم أجسادهم وأرواحهم وتحفظوا صحتهم وأمرتهم بالابتعاد عن الأغذية التي تضر أبدانهم وصحتهم وحرمت عليهم أكلها يقول الإمام الرضا عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه من المنفعة والصلاح ولم يحرم إلا لما فيه الضرر والتلف والفساد وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحلى لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحلى لهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلاً عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم بناءً على ما قد سبق يقصم الطعام حسب الحلية والحرمة إلى قسمين الطعام الحلال المباح المسموح أكله شرعاً والطعام الحرام غير المباح الممنوع أكله شرعاً طارةً يكون الطعام محرماً في نفسه وطارةً يكون محرماً بالعارض الطعام المحرم في نفسه وفقاً للكرآن هناك عشر أطعمةٍ محرمةٍ في نفسها يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل فقال أما ما يحل للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة والأرز والقطنية وغيرها والثاني صنوف الثمار كلها والثالث صنوف البقول والنبات فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان ومنفعة وقوة فحلال أكله وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله إلا في حال التداوي به وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ومن صيد البحر كل ما كان له قشر وما عدا من هذه الأصناف فحرام أكله وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه وقد تعرض الفقهاء في رسائلهم العملية وبينوا كل الأطعمة والأشربة التي حللت الشريعة أكلها وما حرمته منها استناداً للكرآن والسيرة والأحاديث كحرمة أكل لحوم الممسخات الطعام المحرم بالعارض وهو طعام مباح في الأصل أكله ولكن يحرم أكله لاتصافه بوصف ما كالطعام المتنجس والطعام المشوب بالحرام أي المسروك أو المغصوب أو المشترى بمال حرام الحيوان المحرم بالعارض يحرم أكل لحم الحيوان المحلل بالأصل أكله بموجب عدة أمور كالحيوان الجلال والحيوان الجلال هو الحيوان المحلل أكله وحرم بسبب تغذيه على عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنها غذاؤه وكما يحرم لحم الحيوان الجلال يحرم لبنه وبيضه وهذا ما يطلق عليه في الفقه حكم الجلال كما يعم حكم الجلال كل حيوان محلل حتى الطير والسمك وتسمى عملية تطهير الحيوان من الجلال الاستبراء ولهذه المسألة وللطعام المحرم بالعارض تفاصيل أخرى ذكرها الفقهاء في كتبهم عند الاضطرار إلى الطعام والشراب المحرمين أباحت الشريعة الإسلامية للإنسان أكل الطعام الحرام في حالات معينة كتوقف حفظ نفسه وسد رمقه عليه وقيدت ذلك بقيود قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وأشار الإمام الصادق إلى ذلك بقوله ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلعة لا غير ذلك ولهذه الحالة تفاصيل تعرض إليها الفقهاء في كتبهم إن الله لم يحرم على عباده شيئا إلا أبدلهم خيرا منه حرم الزنا واللواطي وأحل الزواج الحلال حرم عليهم الربا وأحل لهم التجارة الحلال الرابحة حرم خبائث المأكلات وأحل الأغذية الطيبة التي تنفع وتقوي الروح والجسد حرم المسكرات وأحل المشروبات النافعة غير المذهبة للعقل لكنه في حالات استثنائية حرم على بعض الناس ما أحله لغيرهم عقابا لجرم ارتكبوه فقد حرم على اليهود بعض أصناف الطيبات بعد أن كانت حلالا لهم عقابا لهم على بغيهم وانتهاكهم حرمات الله قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا آثار أكل الطعام الحرام يشير القرآن الكريم إلى التلازم والارتباط بين نوعية الطعام وما يترتب على ذلك من آثار يقول الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ويشير أمير المؤمنين عليه السلام إلى ذلك في وصية يقدمها لأحد تلامذته وخواصه يا كوميل إن اللسان يبوح من القلب والقلب يقوم من الغذاء فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك يقص أكل الطعام الحرام القلب ويؤدي بصاحبه إلى خذلان الحق أو نصرة الباطل كما قال سيد الشهداء عليه السلام ضمن خطبته لجيش ابن سعد فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبيع على قلوبكم ويلكم ألا تنسطون؟ ألا تسمعون؟ ويمنع أكل الطعام الحرام من قبول العبادات واستجابة الدعوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم تستجب له دعوة أربعين صباحا وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به وإن اللقمة الواحدة تنبت اللحم وللغذاء الحرام تأثير على مستقبل الطفل قبل وبعد انعقاد نطفته وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى ذلك بقوله كسب الحرام يبين في الذرية ولكن في المقابل فإنك لا تكاد تجد رجلا صالحا إلا وطرى في ذريته لمسات الخير والهداية ونفحات الولاية والإيمان والصلاح فالرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشملهم بركة الحلال ترجمة نانسي قنقر